لأسف وألم هذا ليس هو الأمر وما تقرأوا ما تشفتوه في بعض القنوات وبعض الجرائد كذب وهذا يذكرنا يذكرنا بكذب سابق لعل البعض منكم ما زال يتذكروا أو يشوفوا وهو خليني نوري لكم بعض الصور لعل بعض الشباب ما شافوش شوفوا هذه مثلا شوفوا هذه الصورة واش تقول هذه الصورة واد الحراش بعد ثلاث سنوات ها جنة وقتاش كان هذا شوفوا التاريخ الأربعاء 11 أفريل 2012 شوفوا هذه سأعدلت الصور وأسلم مش عن الشباب وقتاش كان هذا الأحد 23 مارس 2014 ناطحات سحاب أندونيسية للعاصمين بداية من 2014 المفروض رأيكم هاكذا في العاصمة الآن إذا صدقنا هذه جلة الشرور هاكذا سيصبح ملعب خمسة جويلة وقتاش هذا الأحد مارس 2015 كتابة صغيرة جدا أعتقد الأحد 29 مارس 2015 ها هي قنوات الكذب وجرائد الكذب اليوم هي هذه نفس الجرائد قالت بأن تابون هو اللي حقق التوافق ما بين الليبيين وإلى آخرها وعلى ذكر تابون وعلى ذكر ليبيا فقد قررت ميركل اللي كانت في زيارة لبوتين بوتين في موسكو هو اللي قرر وش يحدث في ليبيا وش يحدث في أماكن أخرى فاليوم بعد أن زارت بوتين والثقته أمس أو أول أمس فإن ميركل أعتقد أول أمس قررت أن يكون لقاء برلين أو اجتماع برلين حول ليبيا يوم 19 يناير جانبي 2020 يعني بعد أقل من أسبوع من الآن يعني الأحد القادم كل ما يهم تبون في هذا هو أن يذهب هناك ويلقى كبار الرؤساء أو من ينوبهم لأن هذا اللقاء هذا هذا الاجتماع ستحضر ميركل وعلى الأرجح يحضر أردوغان وربما بوتين أو من ينوب عن بوتين وربما على الأرجح الرئيس الإيطالي والرئيس الفرنسي أي كبار صناع القرار العالمي والولايات المتحدة اللي بالمناسبة سيحضر نائب الرئيس أو وزير الخارجية ما يريده تبون والجنيرالات من خلفه هو الاعتراف العالمي وهم يريدون الاعتراف العالمي لأنهم إذا رح تبون هناك رح يقوره في القنوات التقى فلان والتقى فلان ربما حتى في التقوه في دقيقة أو دقيقتين لكن هذا اللي يهمهم صور تبون يهموه صور والجنيرالات اللي رميسيروا فيه همهم صور صور مع سادة العالم لقره مصير العالم لذلك واجب على الجزائريين هذا واجب الجزائريين اللي في الخارج خاصة في ألمانيا وأيضا ما يحيط به فرنسا بلجيكا هولندا سويسرا بريطانيا وفي بلدان أخرى أن لا يسمحوا بهذا أن يتظاهروا ويحتجوا ويبرزوا موقفهم من خادم الجنيرالات هذا لقد جاء تبون بانتخابات مزيفة ومزورة وكونوا يذهب إلى برلين أو يذهب إلى نيويورك أو يذهب إلى المريغ فهذا لن يغير من الأمر شيء لأنهم إذا العالم قبل بيهم فهما هذا اللي يهمهم لهم جماعة هو أن يأتوا بالشرعية الخارجية وعندما يأتون بالشرعية الخارجية فشفناهم كيفاش يتصرف الآن هم بدون شرعية وشوفوا كيفاش يتصرف لذلك أدعو إخواني وأنا إن شاء الله سأجتهد أن أكون معكم أيضا ولكن أدعو لمن يستطيع أن يذهب أن يكون هناك في ألمانيا اتداء من السبت وإذا لم يكن ذلك ممكنا الأحد في برلين للتظاهر والاحتجاج على تبون وعلى عصابة المرادية لن نسمح لهم بإذن الله خاصة في البلدان اللي القانون يسمح فيها بالتظاهر والاحتجاج لن نسمح لهم بهذه الشرعية الدولية لأن تأكدوا إخواني أن ما يهمهم هو رضى القوى الكبرى عليهم ليس شيء آخر وإذا رضت عليهم القوى الكبرى ويلا يمتوضع معاهم في السر في الغالب وأحيانا في العالم لكن إذا كان الرضى كبير وشاف رواحهم بالإخذاور الشرعية من الخارج فإن الشرعية الداخل لا تهمهم ولا تعنيهم سيتوحشون في التعاون مع الشعب الجزائري لذلك هم ينهبون أموال الشعب الجزائري ويحولونها إلى البلدان الغربية على الجزائريين أن يجعلوا عناصر هذه العصابة سفراء، وزراء، رئيس أو ما يسمى برئيس أو غيره كل من يمثل هذه العصابة أن يجعلوا حياتهم جحيم في الدول التي المسموح بها بتظاهر قانونة طبعا بكل سلمية وبكل حضرية وبكل مواقف ثابتة وصامدة مثل رأى هما فعلوا المصريين في السيسي أينما ذهب فضحوه أمام العالم يقدر يقول لك واحد بصحة استمر هذا شيء آخر هذا التدافع والمعركة تستمر لكن على الأقل لا نسمح لهم بأن يتلبسوا باللبسة لباسة شرعية باشي يزيدوا في القمع في الداخل ويزيدوا في الحجرة في الداخل